بسم الله الرحمن الرحيم الله معلمنا ما ينفعنا ونفعنا بمعلم تنامعكم كريم من قناة سوراة تعلم الغلميزية هنتكلم في فيديو النهاردة ان شاء الله عن is are لكن questions في السؤال مرة اللي فاتت خدناهم في الجملة وقلنا ان الجملة بتاعتي لازم تبتدي بفعل والفعل هيكون حاجة من الحاجات ديت لو كان i هجيب am ولو كان he او she او it او singular noun اسمه افرد هختار is ولو كان we او ze او you او plural noun فلازم اختار are ده الكلام ده في الجملة طيب في السؤال بقى بعمل ايه في السؤال بعكس طب بتاعكس بالزبط اللي اه بتيبتدي بam و is و are بتجيبهم في بداية السؤال طب بيبقى معناهم ايه بيبقى معناهم هل لو بدأوا السؤال بتاعي بقى ترجمهم هل طيب بيجي وراهم الفاعل الفاعل بقى زي ما احنا عارفينه كل واحد بيجي مع مين فيهم نفس الجملة هي السؤال بس الاختلاف ان انا بجيب am or is او are الاول طب ناخد امثلة عشان نفهم اكتر عندي اول مثال am i late قلنا ام لما تجيب الاول اللي بقى معناها هل هل انا متأخر لو انا مثلا داخل فاصل متأخر مثلا وداخل مكان متأخر فبسأل بقول am i late هل انا اتأخرت هل انا متأخر طب بنشوف كده ام جات في الاول i الفاعل جي وراها بعد كده let اللي هو بقيت السؤال طب ناخد مثال كمان is your mother at home هل والدتك في البيت برضو is جات في الاول بقى معناها هل your mother الفاعل بتاعي وat home بيت السؤال طب مثال كمان are your parents here هل والديك هنا برضو are جات في الاول معناها هل your parents ده ايه ده الفاعل بتاعي وبعد كده بتسؤالي يبقى القعدة بتحت ايه بقى يبقى القعدة بتحت ان انا بجيب am or is or في البداية بعد كده الفاعل subject هنا كان i هنا كان your mother هنا كان your parents بعد كده بقيت السؤال طب انا عايز اجاوب على اسئلة دي هجاوب على ايه لما السؤال بهل مالوش غير ايجابتين يا بقول يا نعم يا لا نعم يعني yes ولا يعني no طب هجاوب ازاي بقيت مثال اولاني are your parents here هل والديك هنا هنا هجاوب باس لو هم هنا موجودين حاولي yes طب بعد كده بعمل ايه بقى عشان اجاوب بقول لي they are طب هو عاملك هنا جات جاب are في الاول لا جاب your parents الاول وعوتها بالضمير زي ايه بدل ما واحد بيقول لي هل والديك هنا بدل ما اقول له نعم والدية هنا فأقول له نعم هم هنا بشيل الاسم واجب ضمير بعد كده بجيب are وراها ليه لان دي جملة واتفقنا ان الجملة بتدي بالفاعل وبعد كده اما ازور طب هجاوب بno هتختلف هتختلف بس حاجة بسيطة هقول no زي aren't here بدل are خليتها aren't في حاجة اسمها short answer اجابة مختصرة اللي هي ايبه ليه اقول له yes they are او no لو انا هجاوب بno هقول له no زي aren't وده الاكسر استخداما ان انا اجاوب اجابات مختصرة yes they are no they aren't طب نجل المثال التاني كده is your mother at home هقول له yes she is اشغال your mother وقاب she عشان هي مفرد عاقل ومؤنس فعوضها بshe وبعد كده وراها is طب هجاوب بno اقول له no she is لا no she isn't لازم اجيب النفي طب بركز بقى في المثال اولاني am i late هل انا متأخر لو انا بسألها بالعربي كده حد بسأل انا حد وقول له هل انا اتأخرت هيرد عليها وقول لي نعم انا اتأخرت ولا نعم انت تأخرت او نعم ايو انت متأخر ايو انا بغير ايو بانت اللي هي يو طب وبعد كده you بتاخد am لا بتاخد are طيب ايه بقى ايه بقى ايه بقى ايه بقى ايه بقى ايه بقى داتستفهم هيكون شكل السؤال ايه ناخد مثال كده where are you from من اين انت اه دا استفهم في الاول وبعد كده are وبعد كده you خلاص وبعد كده بقى السؤال from من اين انت طب اجا اجا اجاوب عليها هجاوب ازاي هجاوب بقى تستفهم لا هجاوب ايه هقول انا هقول البلد اللي انا منها هتقول ليها بقى ازاي هقول i am from egypt طب جات من اين هجاوب بقى ايه هجاوب بقى ايه هجاوب بقى ايه كانت في السؤال am i فخليتها في الاجابة you are طب هنا في السؤال are you يبقى اعكس يبقى ايه واحد بيقول لي من اين انت هقول له انت من مصر ولا هقول له انا من مصر يبقى i am تمام اتمنى اكون فهمتها لك يبقى u هجاوب بقى ايه و are بتيجي مع ايه لا بتيجي am يبقى i am يبقى i am طب ناخد كمان مثال how old is he كلمة استفهام عندي how old ليه كم عمر is he كم عمره حاجة اجاوب هشيل كلمة الاستفهام و حاجة اجاوب بقى ايه عنده مثلا عشر سنين فحاول he is ten years old اكست بدل is he خليتها he is عشان دي جملة وده سؤال بس سؤال بعكس بجيب is الاول وبعد كده الفاعل انما في الجملة بجيب الفاعل الاول وبعد كده الverb to be طب يبقى القعدة بتحت يبقى في السؤال ايه اه يبقى بجيب question word الاول اللي هي where how old how many when why وبعد كده وبعد كده بجيب وراء verb to be اما وزوار بعد كده subject الفاعل كان هنا u كان هنا he وهكذا ولو عندي بايد في السؤال بكمل بايد السؤال كده وصلنا لنهاية الفيديو اسف لو طولت في الوقت وقصرت في المقول لو حابب تسألني عن شيء اكون سعيد لو تركته في التعلاقات تحت ولو استفدت اتمنى تضغط لايك وشير للفيديو لو حابب ان غيرك استفاد في النهاية سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا ان استغفرك واتوب اليك